بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب أخذنا يا رابع في الحس الماضية عن درس الزمن تعلمنا عن وحدات أقياس الزمن وهي ثانية دقيقة ساعة أو يوم أسبوع سنة تعلمنا كيفية التحويل بين هذه الوحدات ورح نتعلم كيفية التحويل بين هذه الوحدات وكان معكم واجب سؤال صفحة 82 محل المسائل عينتلكم مسألة رقم واحد ثلاثة خمسة وأربعة خلونا نحلوا مع بعض خلونا نبدأ في السؤال رقم واحد يحكي لنا السؤال ثلاث سنوات تساوي كم بالشهر يعني التحويل من سنة إلى شهر نحن نعرف أنه الواحد سنة تساوي كم شهر نعشر شهر إذن رح نحول من وحدة السنة وهي الوحدة الكبيرة إلى وحدة الشهر وهي الوحدة الأصغر من السنة إذن من الكبير لنصغير حكينا بنضرب إذن منضرب ثلاث سنوات ثلاثة ضر كم؟ اتناش بيعطيني الجواب ستة وثلاثين والوحدة شهر إذن حولنا من سنة إلى شهر ضربنا ضربنا عدد السنين بكل سنة فيها اتناشر شهر أعطانا ستة وثلاثين شهر ومنحط هنا الجواب ستة وثلاثين السؤال اللي بعده بيحكيينا ستة وثلاثين أسبوع يساوي كم بالشهر؟ نحول من أسبوع إلى شهر لكن أنا بعرف أنه لكل واحد شهر كم أسبوع فيه أربع أسابيع إذن في الشهر الواحد يوجد أربع أسابيع إذن بنحول من أسبوع إلى شهر أي من الوحدة الصغيرة إلى الكبيرة من الصغيرة إلى الكبيرة بنقسم إيش بنقسم؟ الرقم ستة وثلاثين نقسمه تقسيم كم أربعة كم يعطيني الجواب؟ ستة وثلاثين تقسيم أربعة يساوي تسعة إذن بنحط هنا الجواب تسعة والوحدة شهر السؤال اللي بعده تسع دقائق يساوي كم بالثانية؟ أنا بعرف أنه كل واحد دقيقة يساوي كم ثانية؟ ستين ثانية الواحد دقيقة يساوي ستين ثانية إذن بنحول من الوحدة دقيقة إلى الثانية بنضرب تسعة ضرب كم ستين تسعة ضرب ستين يساوي كم؟ سفر خمسمية وأربعين كم في الوحدة ثانية إذن بنحط في المربع خمسمية وأربعين آخر سؤال كان معنا في الواجب أربعمية وثمانين دقيقة كم تساوي في الساعة؟ بنحول من دقيقة إلى ساعة لكن أنا بعرف يا رابع أنه كل واحد ساعة تساوي ستين دقيقة إذن الساعة الواحدة تساوي ستين دقيقة وبدأ أحول من دقيقة إلى ساعة يعني بدي أمشي في هذا الاتجاه أي من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة بدنا إيش نعمل؟ بدنا نقسم نأخذ الرقم في السؤال أربعمية وثمانين ونعمل تقسيم ستين اللي هي القاعدة معنا أربعمية وثمانين تقسيم ستين تساوي ثمانية ثمانية وأربعين تقسيم ستة يساوي ثمانية والوحدة ساعة إذن أربعمية وثمانين دقيقة تساوي ثمان ساعات هيك نكون حلينا الواجب أتمنى أن يكون الحل زي ما أنتم حليته والدرس كتير سهل عليكم يعطيكم العافية والآن يا رابع خلوني نبدأ في الدرس الثاني من هذه الوحدة بعنوان وحدات قياس الطول اليوم درسنا رح يكون عن وحدات قياس الطول لو مثلا أنا طلبت من إحدى الطلاب أن يقيس لي طول هذه الصورة مثلا من طول هذه الصورة هون بيجيب لي المصطرة وبيحط المصطرة هون وبيقيس لي هذا الطول مثلا طلع معه خمسة سنتيمتر في طالب آخر مسك المصطرة من الجهة الأخرى وطلع معه مثلا 9 مليمتر هل هذا الشي صحيح أو لا خلونا نتعرف على وحدات قياس الطول اللي ممكن أن نقيس فيها أطوال الأشياء من حولنا أولا أكبر وحدة ممكن أن نقيس فيها اللي هي الكيلومتر واللي أصغر منها المتر ثم الأصغر الديسيمتر والأصغر منها السنتيمتر ثم المليمتر إذن كيلومتر متر ديسيمتر سنتيمتر مليمتر لكن هذه الوحدات يا رابع كل منها يقيس طول شيء ما مثلا انظروا إلى هذه الشكل في عنا رأس قلم سمك هذه أو طول هذه الرأس رأس القلم بأي وحدة من هذه الوحدات ممكن أن نقيسها يعني لما تطلع طوله لهذا الرأس نكتب الوحدة متر ولا كيلومتر ولا سنتيمتر انظروا الأشياء الصغيرة كتير كتير يعني مثل رأس القلم نقيسها بوحدة المليمتر أيضا طول الذبابة والأشياء طول الممحاء أشياء الصغيرة كتير أصغر وحدة منستعملها لقياس الأشياء الصغيرة بعد هيك مثلا عرض إصبع اليد هذا إصبع فالعرض رح نقيسه بوحدة السنتيمتر تمام؟ لأنها أكبر من الأشياء الصغيرة اللي رح نقيسها بمليمتر كل ما بكبر أو بيتول الشيء اللي رح نم رح نقيسه رح تكبر معنا وحدة القياس مثلا طول الخيارة تقاس بوحدة الديسيمتر أيضا ارتفاع الكرسي يقاس بالمتر بيضل عندنا أطول وحدة أو أكبر وحدة اللي هي بتقيس المسافات غالبا يعني طول الطريق من مكان إلى آخر مثلا من إربد إلى عمان يقاس بالكيلومتر طول الطريق يقاس بالكيلومتر أو المسافة من دولة إلى دولة تقاس بالكيلومتر أما باقي الأغراض أو الأشياء تقاس متر ديسيمتر سنتيمتر مليمتر كلهم حسب حجم الإشي اللي رح نقيس طوله هلأ أمنين يجي على العلاقة بين هذه الوحدات القياس نحن لازم نعرف أول إشي حكينا الوحدات من الكبير للصغير لازم نعرفهم بالترتيب كيلومتر ثم الأصغر منها متر ثم الأصغر سنتيمتر ثم أصغر وحدة اللي هي مليمتر للتحويل بين هذه الوحدات مثلا أنا أعطيتكم طول الكرسي بالمتر وطلبت منكم تطلعوا طوله بالسنتيمتر فأنا لازم أحول بين الوحدة متر إلى وحدة سنتيمتر كيف تتم التحويل؟ زي ما حولنا وحدات الزمن سابقا من الوحدة الكبيرة إلى الصغيرة نعمل عملية ضرب من الكيلومتر إلى المتر رح نضرب بألف ومن المتر إلى الصنتيمتر رح نضرب بمية من صنتيمتر إلى مليمتر رح نضرب بعشرة أما إذا طلب التحويل من الوحدة الصغيرة إلى الكبيرة بدنا نجي عملية القسمة من المليمتر إلى الصنتيمتر نقسم على عشرة من صنتي إلى متر نقسم على مية ومن متر إلى كيلومتر نقسم على ألف دعونا نأخذ التطبيقات على هذه التحويلات ونفهمها من شكل صحيح لكن يا رابع قبل ما نبدأ بالتحويل ونأخذ تطبيقات بدي أضيف لكم وحدة الدسيمتر لأنها مش موجودة في الكتاب بالترتيب للتحويل بدي أضيف لكم وحدة الدسيمتر على الترتيب بهذا الشكل حتى تعرفوا إذا إجادكم سؤال بوحدة الدسيمتر كيف بدكم تحولوه من دسيمتر أو إلى دسيمتر أولاً لدينا الكيلومتر متر دسيمتر سنتيمتر مليمتر بهذا الاتجاه رح نضرب من كيلومتر إلى متر ضرب ألف متر إلى دسيمتر ضرب عشرة من دسيمتر إلى سنتيمتر ضرب عشرة ومن سنتيمتر إلى مليمتر ضرب عشرة الاتجاه الآخر بالعكس بدنا نقسم على نفس الأرقام تقسيم عشرة تقسيم عشرة تقسيم عشرة بس آخر مرحلة اللي هي فقط تقسيم ألف احفظوا هذا الترتيب بشكل ممتاز وكتير مهم تكونوا حافظينه لأنه بدون حفظ هذا الشي لم تستطيعوا حل أي سؤال على التحويل خلونا نبدأ بأول سؤال لدينا المطلوب نحول من ثلاثين متر كم تساوي سانتيمتر إذن من متر إلى سانتيمتر خلونا نشوف الترتيب أو المخطط هاي وحدة المتر وهاي وحدة سانتيمتر فمن متر إلى سانتيمتر ضرب عشرة ضرب عشرة يعني ضرب مية إذن نأخذ الرقم ثلاثين ونعمل ضرب أول مرحلة ضرب عشرة بعدين ضرب عشرة إذن ضرب مية لأنه عشرة ضرب عشرة يساوي مية فكأنه أنا عملت تحويل مرتين أول مرة ضربت في عشرة بعدين ضربت في عشرة مرة ثانية طالع عندي عشرة ضرب عشرة يساوي مية بضربها في العدد المحطوط في السؤال يساوي الناتج الأصفار كلها بعدهم واحد اثنين ثلاثة وبحطهم واحد اثنين ثلاثة وبضرب ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة إذن ثلاث ألاف إيش سانتيمتر وهيك منكون حولنا من متر إلى سانتيمتر ناخد مثال آخر يا رابع عندنا مية واربعين ميلي متر كم تساوي بالسانتيمتر إذن التحويل من ميلي إلى سانتيمتر أيضا لازم نعرف الوحدات مين الأصغر من الأخرى الميلي متر أصغر من سانتيمتر إذن بنحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة رح نمشي في المخطط بهذا الاتجاه إذن رح نعمل عملية القسمة إذن أول م هاي مية واربعين رح أقسمها على كم؟ بس ترجع حفظي إلى المخطط من ميلي متر إلى سانتيمتر بقسم على عشرة إذن تقسيم عشرة كم يساوي الناتج؟ 14 صفر في البسط مع الصفر في المقام بروح أو تقسيم عشرة تقسيم عشرة بصير 14 على 1 ويساوي 14 والوحدة سانتيمتر إذن هيك طريقة التحويل يا رابع نخل السؤال آخر 800 سانتيمتر يساوي كم بالمتر؟ 800 سانتي السانتي أصغر من المتر إذن بنحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة السانتي إلى متر نرجع للمخطط أي سانتيمتر إلى المتر من إلى يعني من نمشي من سانتي إلى المتر بهذا الاتجاه رح نعمل تقسيم تقسيم عشرة وعشرة مية يعني عشرة ضرب عشرة مية فإحنا أولا رح نقسم على عشرة وتقسيم عشرة مرتين يعني رح نقسم على مية إذن ناخد 800 تقسيم مية كم يساوي؟ ثمنية الوحدة متر إذن من وحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقسم على كم؟ حسب التدريج في هذا الرسم لذلك ضروري كتير يا رابع تحفظوا وهلأ خلونا ناخد مثال جديد 40 كيلو متر كم تساوي بالمتر؟ طبعا نعرف إنه الكيلو متر أكبر من المتر إذن رح نحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة فرح نعمل ضرب 40 ضرب كم؟ كم نضرب الأربعين بعشرة ولا بمية؟ من راجح حفظنا للمخطط هاي الكيلو متر وهاي المتر من كيلو متر إلى متر رح نضرب في ألف إذن رح نضرب في ألف للأربعين ويساوي 0 2 3 4 رح نحطهم 4 ضرب واحد أربع هايك رح يكون الجواب 40 ألف والوحدة متر وهلأ آخر إشي يا رابر رح أعطيكو واجب صفحة 85 هذه المسائل اتجربوا بنفس الطريقة اتحاولوا بين هذه الوحدات رح يكون معكم الواجب 1 3 2 4 إذن 1 2 3 4 معكم واجب حلو في البيت صوروه وبعتولي اياه على الخاص يعطيكو العافية